الفيديو ده ممكن نسميه التوقعات المرئية للصور الجاي قبل ما نتكلم عن الصور اللي هي ممكن تيجي هنقول بس شوية حاجات مهمة واحنا بنبص على الصور في الامتحان هي الصور يقام بتيجي spot diagnosis صورة ومطلوب منك بس تعرف المشكلة اللي فيها او ال disease اللي فيها او بيجي صورة عليها clinical scenario و clinical scenario دي بيساعد شوية الصور اللي بتبقى فيها spot diagnosis الصورة بتبقى واضحة ومركزة على الليجن المطلوب يعني ممكن يجي مثلا sty هنا كده او calesion فانت الموضوع ده هيجي في نص الصورة وهيجي واضح وهيجي focused فانت يعني متسبش بقى ال sty او calesion او اي ان كان الليجن اللي هو واضح وفي نص الصورة وممكن يكون مشاورين عليه بساهم وتبص على حاجة بعيدة مثلا زي يكون بين جواكيو لامرمية وراء هنا في conjunجكتايفا او نيفس او pitospots يعني ما هو برضه ده عيان يعني عيان ده ممكن يكون فيه كذا مشكلة بس هو مركز لك في الصورة على مشكلة يعني العيان ده ممكن تكون خالته ماتت محروقة ولا هو بيشتغل غطاس في دهب احنا مش عايزين ده يعني احنا هنسيب بقى الليجن ونبص على خالته اللي ماتت محروقة ماشي افركزه يا شباب think before you act الليجن بيبقى واضح واحيانا كمان متشاور عليه بساهم ده لو spot diagnosis لو كان تعليه كليناك للسيناريو كليناك للسيناريو بيساعد جدا الصور غالبا اللي بيجيلكو بتبقى حاجة من اربعة يعني اما صورة الاناتومي واشهر اشهر صور الاناتومي في الترم الاول الليد بيكت سيكشن في الليد وبيشاور على حاجة غالبا بتبقى التارسس الليفيتور او الجزء المولر اللي مانها غالبا ده اللي بيتشاور عليه يعني ممكن طبعا تشاور على اي حاجة بس اشهر صورة اناتومي في الفيرست سماستر هي الليد وكمان صورة اللاكرمل اللاكرمل درينيج ساستم اللي هي الكامل الكولاي والساك والحاجات دي هنجيب طبعا تشور بيه ممكن يجيب لك صورة تكنيك تكنيك لإجزامنيشن معين انت بتعمله سواء مثلا بتعمل بالإنديركت أو الثلمسكوب او بالديركت أو الثلمسكوب بتيز ضغط العين بتشوف بتشوف التكنيكت لامب أوتو رفاكتوميتر صور للتكنيك دي هنشوفها برضو ده يعني اللي ده جزء صغير من الامتحان انما الجزء الاكبر طبعا بيبك لانيكال ساين زي مثلا كاليزيون او ستاي او كورنيل ألسر او هاي فيما او ايا كان ده اكتر الصور بتيك لانيكال ساينز برضو بيجي صور سيرجري وانت لو قبصت في صور السيرجريز اللي عندك في الترم الاول هي اللينس سيرجري ممكن يجي صور يجي اربع خمس صور كده للفيكو وهو مسلا بيعمل وهو بياخد وهو بيقسم والصور طبعا معلاش تعليق ايه صور وخلاص وقال لك العملية دي بتاعت ايه او كام سؤال عليه او عملية تانية خدناها لها ليزك بيجي صورة ليزك وصورته وهو بيقطع في الكورنيا كده والليزر وهو نازل على ليزر وفي الاخر واحنا بنرجع ويقال لك مثلا العملية دي بتعمل ايه ايه الكونتر اندكيشن بتاعتها ايه الكومبليكيشن بتاعتها دول اشهر عمليتين في الترم الاول اللي هي اللي هي الليزيك والكاتريكت اكستركشن سيرجري خاصة الفيكو لو كانتنا جزء جزء اول حاجة اللي هو السنوات اللي فاتت كان فيه جزء من الكوريكيلم ومن المحاضرات ومن الراونز اسمه السنة دي مفيش بس اجزاء من الشابتر ده اتخذت ضمنيا يجب نرى فال Zhiezịch العاروة ليس امشن بالموقع ما يجب ندخل القاية من الدرا 되게 قمة في النベ 갖جب الاخر ويمتباخ انهم ازدتد اوقع نيفج ما دaky دي جان رايشن امشنين نعمل رائموتو بي خود اسمينذاب الموقع نعمل الموتالي دي موجودة في بالتفصيل في السكوانت في الترم التاني بس احنا خدناها في الترم الاول لما كنا بنعمل examination للأوربت واحنا بنعمل examination للأوربت لازم نشوف الـ globe motility عشان لو فيه restriction للـ globe motility دي او فيه paralysis nerve قطع من الترومة مسلا ولا حاجة وجد لهم صورة في الامتحان من الترم الاول السنة اللي فاتت في دفعة 16-17 جد لهم صورة لـ examination of ocular motility وهما لأسف كتير منهم كتبها examination of visual activity وإن كان الفرق واضح بينهم فاحنا هنقول الصور برضو في الكناة الى المهمة شوية اللي ممكن نركز عليها الموضوع اللي هو الاسنالين التشارت ده مش مهمة وما جايش صورة قبل كده بس انا حطه عشان نبعالفين بتاعها ان العلامات دي بتبع لبعد 6 متر من العيان وليش معنى 6 متر عشان يبال جاية منها ثيوراتيكالي جاية منها او بتاع ده مش جاية دايورجين او كونورجين بنشوف العين اليمين هي اوكلاس دكستر وبعدين العين الشمال اوكلاس سانستر بنقول العيان شايف الخط ده لو هو شايف اكتر من نصه نصه او اكتر يعني وممكن نحط له بينهول لو نظره اقل ان ايد نظره اقل من 6 على 9 ماشي في الشهارة تست ده واحدة من الكالور فيجن والكالور فيجن ده بنشوفه لو الماكولا او الابتك دسك او احنا نشكم الماكولا والايفتك نرب فيهم دزيزا زي ايه يعني يائي اغلبلاكيشن ده اه كرینا ما كنا بنقول لو واحد عنده ماتور كاتركت لو واحد عنده ماتور كانتريكت cells واحنا عايزين نعرف الفندز بتاع اخبره ايه طبعا لو عنده ماتور او وايت كانتريكت انا مش عارف متور بوث الشائر او انهaros jejore كانت على الاثلىول موسكوب ممكن اعمله سونار ولازم عمله سونارطبع الظ должна marketing السونار ده بيوريني الراس الوعيد هو اسم hall linguistic هل فيه ريتنا التاتشمنت؟ طيب ده الستركشور بيشوفه بالبيسكان ألتراساوند وده سؤال MCQ مهم جداً طيب الفونكشن مموك الستركشور سليم الريتنا إمبليس ومفيش بتريس هامريج مثلاً ولا بتريتس ولا أين كان بس الفونكشن بتاع الماكولا أو الأبتك نيرف ضايع لأي سبب عنده أبتك أتروفي مثلاً ففيه حاجة اسمها ماكولر فونكشن تاست وفيه حاجة اسمها أبتك نيرف فونكشن تاست دي لازم أعملها قبل مع دخل عيندي أعمل له مياه بيضه اللي هي متيور كاتريكتر أنا مش عارف أشوه الفونكس يعني حاجة مهم جداً خدناها من الأبتك نيرف فونكشن تاست اللي هي بيوبيل ايجزامنيشن بيعمل له بيوبيل ايجزامنيشن لو عنده ريلاتف أفراند بيوبيلر دفاكت يبدأ عنده مشكلة في الأبتك نيرفي يعني مفعش تدخله العمليات او هيكون جاردد بروغنوزيس حاجة برضو من الماكولر فونكشن تاست اللي هي الكالور فيجن طبعاً في الماتيور كاتريكت أنا مش بشوف باللي هو الإشيهارة تاست دا الإشيهارة تاست كالر بليتس دا دا إشيهارة دا الراجل الياباني تقريباً اللي اخترع التاست دا بزافة عم مش بيتشاف في الماتيور كاتريكت دا بيتشاف الحاجات تانية إنما في حاجة اسمها الـ color discrimination إن أنا العيان دا اللي هو عنده mature catريكت دا أنا عايز أعرف الماكولر فيه شغالة كويس أحط له لون قدامه لون أخضر لو شافوا قال لي دا green color يبقى هو شاف الـ green كويس لا وحط له لون أحمر قدامه لو قال لي دا أنا شاف الـ red color يبقى هو شاف الألوان كويس ودبقى عنده good color discrimination دا آآ بيتشاف عشان أعرف الماكولر الفونكشن بتاعته كويس الـ ishihara color plates مجدش قبل كده بس أنا جايبها عشان تعرفوا إن في حاجة اسمها color vision test slow indication الـ color vision بيتأثر بحاجات congenital أو acquired وهو مش مقرر عليكم بس هو دا الـ ishihara color test طبعا دا 12 وده 29 اللي مش عارف إقرى الرقم لو حد فيكم مش عارف إقرى الرقم دا يبقى هو عنده color blindness ودي بطة ماشي الـ contrast sensitivity حاجة اسمها pally robson chart دي مش مش تبعكو يعني دي حاجة advanced شوية عليكم ماشي التونوميترز بقيس ضغط العين بإيه التونوميترز هناخدها بالتفصيل في الجلوكومة في الترم التاني أنا بس جايب لكم صور لها الشايوتس اللي هو عمل زي البرجة دا indentation tonometer والتونو pen دا بقيس فيه لو عندي كوني الـ scar والapplanation tonometer اللي هو بيبقى mounted على slit lamp دا أدقهم تمام والnormal range من 10-21 دا في الترم التاني معتقدش نو يجيب صورة التونوميتر في الترم الأولي بتاع البرنسل بتاع التونوميتري برض دا ترم التاني وده التكنيك ازاي بعمله كل دا ترم التاني دا الشايوتس احنا ممكن نعدي الصور دي الشايوتس والبركنز والتونو pen والنيوم والتونوميتر اه هي اوكل الموتالتي بقى دي بقى الصورة جات في الامتحان او الصورة اللي جات في الامتحان اللي هي دي دي الصورة اللي جات في الامتحان وكان يعني مش صورة بس موجودة مجردة كده لكان فيه تعليق عليها ان الـ examiner دا بيقول الـ patient to follow the target with her eyes without moving her head هنا الـ examiner بيقول للعيانة دي بصي على النور دا او على الـ target دا وحركي عينك بس معاه يمين وشمال وفوق وتحت وكلام دا من غير ما تحركي رأسك الناس كتير بقى اكتباه visual acuity فيجول acuity ليه هو انا الـ target المعي دا بغير في حجمه او بغير في مسافته من العين عشان اشوف العيان شايفه الـ right down to the right اشمع من الـ positions دي عشان الـ positions دي بتعمل تست العضلات عندي في العين هناخدها بالتصوير في الترم التاني بس دي الصورة اللي جات في الامتحان السنة اللي فاتت وكان مطلوب بس هو بيعمل ايه هو بيعمل examination of the ocular mortality انما لو انا عايز اعمل examination للـ visual feed حاجة اسمها confrontation test وده هناخده في الترم التاني لان الـ visual field ما تعرضناش ليه في الترم الاول اوي ان هنا هو ببساطة الـ examiner بيقول لـ patient بص في عينية ما تحركش عينك من عينية خالص العين دي في العين دي وهو هيحرك صباعه او target من برا لجوه وانس ان العيان لمح الـ target دا والـ target دا في النص ما بين الـ examiner وبين العيان وانس ان العيان دا هلمح الـ target يقول لـ examiner انا لمحته فده بيقيس الـ visual field حاجة اسمها confrontation 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 عافين confront يعني مقابلين لبعض كده يفترض ان الـ visual field بتاع الـ examiner سليم فهو بيش لو العيان لمح صباعي الـ examiner في نفس الوقت الـ examiner لمح صباعه ولمح ومش بصص فيه هو بصصين في عين بعض لو الـ 2 اللي معهوه في نفس الوقت يبقى الـ visual field بتاعهم زي بعض والـ visual field هنا سليم يبقى المفروض برضو الـ visual patient سليم دا الـ visual field confrontation test وده هناخده فيه الترم التاني الاستثلامب دا شكله ولازم نعرفه يعني حاجات دي بقى اللي هي الـ ulcer والـ foreign body والـ nucleus دي هناخدها في بعد شوية اللي هو الـ direct اللي هو بيبقى مسكه في قدية وعيني قريبة جدا من عين العيان هو بس الـ off-thelmoscope دا اللي هو الـ direct اللي هو الـ hand held هو دا بيفصل مبيني وبين العيان لما الـ indirect انا شايف بعناي الاتنين وفي مسافة مبيني وبين العيان وفي عدسة قدام العيان عدسات مساعدة دي باورات مختلفة تسعين او تمانية وسبعين او ستين دايوبتر وبشوف بيها بتاع العيان هيتاخده بتفصيل اكتر في الترم التاني لكن المفروض نعرف الفرق بين الـ direct of thelmoscope وما بين الـ الايه انا نسيت اسمه اللي هو البتاعته يا جماعة اللي بنشوف بيه الـ refraction الـ direct واليتنسكوب وده هناخد صورة في الـ refraction لكن لو قلنا بسرعة الـ advantages بتاعت الـ direct of thelmoscope اللي هو بيبقى بيني وبين عين العيان انه هو hand held فممكن اشيله معي في اي مكان اروح به العناية اروح به الحد في البيت المجنفكيشن بتاعه عالي قوي بيكبر 15 مره بيدي صورة معدولة لكنه بيشوف بعين واحدة بس الـ direct of thelmoscope ببينوكيلر بشوف بعناية الـ 2 عين من هنا وعين من هنا فهو عشان كده المجنفكيشن بتاعه اقل بيكبر ثلاث مرات بس وبالتالي الفيلد بتاعه اوسع والصورة تبه فيه inverted مقلوبة يعني يمين شمال والشمال يمين وفوق تحت وهكذا الـ auxiliary lenses بسهدة مع سلتلام بينوكيلر فيو برضو اني شايف هنا هنا بعناية الـ 2 المجنفكيشن بدرجات مختلفة حسب العدل سلناها بستخدمها easily accessible بتبه جانبي على طول على slit lamp بيش محتاجة احط قطر التوسيع للعيان ممكنها برضو بتدي inverted image دي تجميعة لأشهر الصور في clinical examination of the eye وانا رأيي بالنسبة لكو في الترم الاول اشهرها اللي هي ocular motility visual acuity يعني اقل نسبيا بس هي اللي ممكن تيجي اعتقد i think يعني اللي هي ocular motility وجد قبل كده او slit lamp بيجي صورة slit lamp طيب طيب اول chapter بقى اللي هو في الجد بقى اللي هو ال eye lid ال eye lid برضو الصور اللي هتيجي عليها هنقسمها لالاربع اجزاء دي اللي هي الاناتومي والتكنيكس والسيرجوري والساينس طبعا الليد اناتومي بنسبة 100% بتيجي في الامتحانات على طولي من التكنيكس اللي بنشوفها يجيب لها في صورة كده العيان عنده dropping upper lid وحطت مسترة وبيقيس سواء بيقيس marginal flex distance او بيقيس vertical paper fisher height او ايا كان ويجيب لها ككلو مثلا العيان ده عنده dropping upper lid وايه الميجورمنت اللي بتتقاس دي وتقولها وتقول normal values بتاعتها برضو العمليات sling والcalation surgery ممكن اه يعني calation ممكن تيجي sling يعني ما جاتش قبل كده بس واردو نحطتها عشان نبقى عاملين حسابنا طبعا انا حطت هنا في المناجعة دي بزيادة شوي ماشي الكلام calcines الشهيرة جدا جدا stai والcalation بيجوا بغباء لازم يجوا antropion والectropion اقل اهمية شوي البليفاريتس بانواعها بقى اللي هو scaly والalcerative والكلام ده والparasitic الجوثالمس بتيجي في نسبة 100% والتوزز طبعا بيجي صور كتير اليد اناتومي اتدربنا على كتير قوي عشان ترسموها بنفسكو مش بيتطلب في النظري ترسموها نادرة او ما اتطلبش قبل كده يعني بس لو اتطلب سهلة رسمتها سهلة انها بتيجي كتير في الامتحان اللي هو بيشاور على levator او بيشاور على المولر والناس بقى اللي هي الموسوسة اللي هو دي مولر ولا levator اكتب levator يا عم ويكتب ان فيه جزء منها مولر انجلز يعني العمر بيضيع مفيش وقت او بيشاور على طارسس او اي ان كان هي رسمتها سهلة جدا ما فيهاش مشكلة فورين بادي في السالكا السابتر ساليس يعني مش كامون ماشي بس هو هيبه مشاور عليها بسهم والكلانيكال ابليكيشن بتاعتها ان لو عينش تقلب فورين بادي سنسيشن لازم تقلب الليد وتدور عليه في السالكا السابتر ساليس عشان هو دي الانامل ازاي ما جاتشي قبل كده صورة هي شهرتها اكتر في الترم التاني على فكرة ان دي بتدي حاجة اسمها سودو انوورد ديفياشن كتير او من الامهات يجونا الودع محول للجو وهو مش محول للجوه ولا حاجة هو عامده حاجة اسمها الابيكانثس ده مغطي على الجزء الداخلي ده من الاسكليرا فعشان كده يبان ان هو محول للجوه بس احنا بنعمله بحاجة اسمها هاش بيرج تس ده هناخده في الترم التاني فهيه مش صورة شهيرة او في الترم الاول لازم تيجي طيب بصوا برضو احنا عندنا مشكلة في الامتحان ان انت بتبقى مثلا بنمتحن في المدرج وانت قاعد في اخر مدرج خالص وانت اصلا عندك ومش شايف كويس وانسيت نظرتك والنور بتاع المدرج مغطي على الصورة والصورة ضعيفة والبروجيكتور بايز وانت عصبك بايزة قصدي ايه انت مش شايف ايه ده دي سكيلي ولا انا مش شايف دي سكيلز ولا دي ارجانيزم موجود ولا اكتب بليفرايتس سهل عنافسك دي بليفرايتس هل حد يقدر يلومك ان هي بليفرايتس ولا يعني ايه طب نفترض ان هو في نموذج الاجابة مكتوب سكيلي بليفرايتس او هنا حاجة الاثنين يا اما المصاحة هيديك الدرجة كلها ماشي يا اما حتى هيديك موقع نص الدرجة انها مش هيديك صفر طبعا منتكات بليفرايتس لو هو يعني هيحسبك حساب الملكين هيديك نص الدرجة بس لانه مكتبش سكويمس مثلا او سكيلي كتبت بليفرايتس بس احيانا طبعا ميو فيه كلينة كالسيناريو معاها ان العيان ده بيشتكي من اتشنج وان هو عنده مش بيصلحه وان هو بيركب متساكل مثلا ويتعرض لطراب وهوا عشان يدل لك بس ان هي بليفرايتس زي ما جات في اسئلة الامس كيو في المترم ممكن يسألك اسئلة عليها دي حاجات من النظري طبعا من الصور الشهيرة برضو اللي هي البرازيتك وزاي ما نشايفين مكبليين احنا قوي على البرازيتك عشان نبين او الانجل برضو ان هو جاي في الانجل هنا عشان ويسأل على الارجنزم بتاع الموركس اكزين فيلد اللي هي مزع عليك وقوي الحتة دي في الكتاب يا جماعة هو الكتاب شريحها بالتفصيل اه على فكرة اداتها شرحها بالتفصيل برضو يعني هتلاقي بس يعني في فلسفة او نوشن للكتابة في الداتا لو انت فاهمه هتلاقي ان انت لو جالك مسلا سؤال ممكن تجاوبه سهولة جدا حتى لو انت لاقي ان انا في الداتا متكاتب كلمتين بس لان انا كاتب سكيم في الاول اللي هو بتاعتها والعلاج ماشي يجي صورة اللي هي اللي تلاقي بتاع مليانة سكريشنز كده ومقفولة ممكن تيجي طبعا حد هنا بقى يقول لي طب ما هو عنده سكيلز هنا دي سكيلي كمان اي عن بي المشكلة ما احنا قلنا خالته هابلة وعملته ماتت محروقة عادي هو دعيان يا جدعان يا ده انا مش جايب لك بس يعني يعني برضو لو انت كتبت يعني وما احس كلي حبيبي انت جميل كده مفيش مشكلة عادي يعني ما تضيقش قوي ماشي انما شايف اللي في نص الصورة هنا انما بقى الناس اللي هي بتحب تشوف اللي هي ما وراء الحدث والناس اللي عندها دايما اللي هي نظريات المؤامرة هتبص على شوية السكيلز اللي ورا دول اكتبهم يا حبيبي ما تزعلش نفس اكتب السكيلز ان لازم تيجي وموجودا هنا عند الروتس اوف آآ آآ وطبعا الكلام اللي جنبها ده الأسئلة اللي هي ممكن تسيلا عليها الهوديلم او الكاليزيون ماشي وشايف زي من شايفين الفارق من الهوديلم والكاليزيون الكاليزيون هنا مفيوش فيه ريدنس ولا وهيجي لك برضو من العيان ما بشكيش من بين هنا طبعا ده افسس فالعيان هيتشيكي من بين وهو محمر وطريقة طبعا العلاج بتاعهم ده مهم جدا يجي صورة للسيرجوري بتاع الكاليزيون وإحنا هنا بداخد اللوكال انافيزيا وإحنا حاطين الكاليزيون فوسيبس وبنقلب وبنفتح سهلة جدا مفياش مشكلة اللاشز مالبوزيشن اللي هي تري كيزيس واحد قالوا بقدي تري كيزيس ولا انتروبيون بصوا هنا مش جايب لك الليد مارجن صح يا انت متعرفش الليد مارجن هنا مقلوب ولا مش قلوب اللي باين هنا تري كيزيس وعايز تكتب في القمبلاكي او الاتيالوجي بتاعها نهيته ممكن تبس اكتب تري كيزيس ماشي كيزيح ليك حويت يعني طيب انتروبيون اد erk tattoo ليك حويت يعني طيب ادهي دي فرق ادركيس ودري كيزي والسيكاتريشي الانتروبيون وانواعه بقى اللي هو الميكانيكال اللي هنا دي سانكن اي وممكن تكون اصلا الاي هنا متشالة والصورة للا ما جاتش قبل كبه بس يعني النظر بقى الصورة للابي بلافرون وكانجات الانتروبيون الفرق بينهم ودي كانت التجميع بتاع الانتروبيون واسبابها وعلاجها عشان نحفظها الاكتروبيون صورة بتيجي كتير قوي ان الليد مقلوب لبرة ونقول اسبابه برضو ممكن يجي صورة بالسبب بتاعها زي واحد عنده ليجين هنا قد يكون قد يكون قد يكون سكار قد يكون ووند مش مش من الصورة بقامن انما دي بقى صورة كامن اللي هي هي بتيجي اكتر لاج اف ثالمس واللي هو بيحاول يغمض عينه ومش عارف يغمض تانية بس لو جاء صورة زي دي بقين خالص ان هي فيشيال بولسي ان العيان بقوا مع وجه الناحية التانية وجفني هنا مقلوب اكتروبيون بارالاتيك اكتروبيون فيشيال بولسي دي صورة للتجميع بتاعتهم برضو ال توزيس ان انت تفرق بان هو كونجان انت لو اكوايرد هو ممكن يجي لك في السيناريو ان العيان ده سنه قد كده وان التوزيس ده ظهر من عنده سانس بيرث انه هو صغير ويجي لك حاجة تساعدك ان هي مفيش وان فيه وان العيان ده فاكرين اما كان العيان مش عارف او الجفن ما بيطلعش الفوق عشان هو ما بقاش مصل بقى ديستروفي بقى فاي براستيشو فدي برضو تساعدك ان ده كان جانتال توز ويسألك بقى عن الاتيالوجي بتاعه ان هو قد يكون او قد يكون معا سندروم وان المصل بقت فاي براستيشو ما بقتش مصل والتريتمنت بتاعه على حسب السيفاريتي بتاعه لو هو سدير يعملو سلينج لو فاكرين والكومبليكيشنز اللي هو ممكن يعملها ممكن يدخل عندها في امبليوبيا طبعا بيبقى السوشيتد معها مهم جدا ان تيجي صور برضو باين جدا ان الطفلة دي عندها توز السيناء مفتحت بقاها الجفن اترفع والطفل ده عند توز السيناء محرك الجو بتاعه الكونترا لاترال سايد اترفع الجفن البيليفرو فايموسس سندروم مش من الحاجات القاملة ما بيجيش ماشي بايلاترال توزس وأبيكانثس وتليكانثس وأك اك 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 تروبيون لالاترال ثرد أو التيمبرال ثرد من اللور لد هي لانهية المختوبة عندك في الكتاب مرة اك تروبيون مرة اك تروبيون مرة اك تروبيون المجرانز بادي ممكن تيجي الصورة مثلا زي دي لعيان بصص قدامه هو عنده توزس هنا هاته وبيتقاس بمسطرة هنا زي ما شايفين من المارجن هنا للمارجن هنا ده الورتيكال بالبابرال فاشر هايت انما لو اتحطت المصطرة الزيرو بتاعها زي زي الساهمين دول الزيرو بتاعها عند الرفلاكس والرقم هنا عند ده مارجن رفلاكس دستنس ولازم يكون عارفين بتاعتها والليد كريز والعيان باصص لتحت ودي صورة مهمة برضو ممكن تيجي ان العيان كان باصص لتحت والزيرو بتاع المصطرة موجودة عند الليد مارجن وبعدين مصطرة سابتة زي ما هي بس العيان بيبص لفوق ده مهم جدا لانه بيأثر في على حسب الفونكشن بتاعت كصورة بتيجي في الترم التاني بس برضو ممكن تيجي في الترم الاول لان اخدنا حاجات منها خدنا التوزيس وخدنا الانايزو كوريا ده لو انه المقرر عليكو ايان وبرضو في الترم التاني موضوع اللي هو السكونت هورنر سندروم ما اعتقدش ان هي كامون هي ممكن تيجي سؤال شافوي لان صعب ان احنا نشوف من بعيد مثلا المايلتوزيس والميوزيس اللي موجود بس يعني لو خدت بالك منها ان البيوبل هنا اصغر من هنا وان هو عنده مايلتوزيس لان ده سيمباتاتيك فمأثر على الديلاتر بيوبيليو ومأثر على المولرز موسل السلنغ كعملية ممكن تيجي صورة العملية يقولك ايه عملية دي والإنتيكايشن بيعتها والايع السابق بتاع اي عملية توزيس يعني موسيقى مثلا الصورة دي اه صورة دي جات المنتحان قبل كده عفليك انا حتى انا جايبها من الانتحان كتمر قبل كده ان البيوشنت مفتح عين وهنا وهو مغمض عين وهنا وكان مكتوب كده اه البيشنت هو مفتح عنيه الاتنين هنا تمام زي الفل ما فيش مشكلة حاول يغمض عنيه دي غمضت وديه مغمضتش ده لاجه في تال مصر وكان بيسألها سباب بتاعته طبعا اشهرها وخاصات من هنا وهو بيحاول يغمض عنيه وهو طبعا مفروض ما يكتبش هنا هو انا اللي يعني حطتها بالشكل ده عشان هو كان جايبه في المتحان كده انما احنا مفروض نشير المربعات دي عشان نشوف ان البقء معموغ عشان نشوف ان دي فايشي بولسي لكن خلاصا لو هو قال لنا مثلا قول ثلاثة او سيب لنا ثلاثة فراغات كده نكتب فيهم الاتيولوجي ما عندنا فيشي البولسي يعمل كده لو فيه هنا مثلا سكار فيه اكتروبيون برضو ممكن يعمل كده او لو فيه بروبتوزيس ممكن يعمل كده او ايا كان الاسباب بتاعت وكوملكيشن طبعا اشهرها الاكسبوجر كيراتوباثي زين ثلازمة معنين مش بتيجي ويبالكده احنا خلصنا اللد ايثينك يدي اشهر حاجات فيه اللد ناخد بسرعة الكونجاكottoيفا الكونجاكتايفا برضو نفس الكلام اناتومي وتكنيكس وسيرجري وسينز فيها كتير اوي ما جاتش اناتومي في الكونجاكتايفا كده وما اعتقدش ان هي تيجي اناتومي لكن التكنيك الشورمر تست كتير اوي بييجي كتير السيرجريز للتريجيام أو البانكتان بللج مش قامن انما طبعا السينز اللي فيها خاصة الوفانجانيوناتوروم بيتيجي كتير اوي ميكو بيرلان كونجاكتابيتز الالتسلاين بيجي مشاور عليها. البيت ديز. مهمة برضو. البانس. اه الطبعا اساسي. بيجي دول اشهر حاجات. الاناتومي ما جاتش قبل كده وما اعتقدش ان هي تيجي. ماشي. بس احنا كنا قلنا بالتفصيل الاناتومي وواضح قوي في الصورة. بس ما جاتش قبل كده يعني. وهي ده اللي هو موجود هنا. وده جزء باقي او باقي الاناتومي. ما اعتقدش ان الاناتومي يجي في الامتحان. هناك من الصورة دي شهيرة جدا. بقى برضو هنختلف. اكتب ايه? اوه هي ادميلي. بص برضو يعني هقول لك حاجة يعني اصليها الصورة ممكن تجي لك بالصور دي دي طبعا بس ممكن تيجي دي وقول لك بقى طب ما هي ممكن تكون والبص هنا شايفه وشايفه اكتب لاثنين. اه اي مشكلة اكتب لاثنين ان هي دي ميوكو بيرلانت كونجاكتا وايس. ماشي? انا كصورة انا شايفة كده. وهقق على فكرة. بصوا انا بقول وجهة نظري يا شباب يعني انا مش بصحح كل الورق. بس انا لو شفت طالب كاتب كده هتديله صح. لان احنا مش من شخص العيان من صورة في الاخر. انت عرفت ان دي انفكشوز كونجاكتا وايس وده كافي. كونها بقى قد تكون ميوكو بيرلانت او على فكرة هي مش هتفرق كتير قوي. يعني الفروقات ما بينهم مش كتير. والفروقات ما بينهم محتاجة عياني تشاف قدامي. ماشي? ما ممكن ده بيرلانت كونجاكتا وايس وغاسل عينيه قبل ما يدخل لك العيادة على طول. وانت لسه هتشوف بقى الستشارج ده كابياس ولا لا او استيكي ولا لا. فلو انت يعني متطمن للصورة ان هو دي ميوكو بيرلانت كونجاكتا وايس والدستشارج مش كتير. خلاص. اكتب ميوكو بيرلانت. والصورة لو جاية بالشكل الواضح ده. اللي هو بروفيوس دستشارج والكونجاكتا وايس وكيماتيك وانجاكتا دي باينة خالص ان هي ادلت بيرلانت كونجاكتا وايس. ما تخليش من موضوع اي دايقك. وهم تكون عارف الكلام اللي عليه هو اتيالوجي والتياتمينت انما الاوفثامي يعني انه تورا ما فيش لخبطة. دي لازم تيجي. ماشي. طفل مغمض عنيه ومنفخها والدستشارج باي منه بالاسئلة اللي عليها برضو الى الاتيازي والتريتمينت والكومبلاكيشنز. الممبريين ما غيرش صوره قبل كده. ماشي. لكن يعني بتسيق النظري. اللي هو الفرق ما بين الترو والسودو والممبريين والجدول اللي يفرق ما بينهم. هي بيجي سؤال اكثر. ماشي. لكن لو هل ممكن تيجي ومعاه صور مجمع كده وارد. وارد لان النباحان الدكتور اللي يحطه السنة دي غير اللي يحطه السنة اللي فت. فممكن يكون طريقته في الوضع الاسئلة مختلفة شوية. يعني لو جدنا كلينك السيناريو زي كده انه واحد عنده فولاكولار وعنده شوية وكان عنده دور برد وعنده لامفنودز. ماشي. خلص يعني بينا ان هي يعني هو ايه يعني هو جيء الساينز اللي هي مكتوبة عندك في الكتاب كده هو جايبها لك صور. عشان يختبر آآ زكاء سيادتك وقال معي تساعدتك وان انت فاهم مش حافظ. ماشي. يعني فاهم شكل العيان هيدخل عليك ازاي. انا كان عندي برد يا دكتور. وبعد كده عناية بدأت توجعني حاس بحرقان فيها ومحمرة وفي دموع عملت دمع يعني هنا ماشي. الكلام اللي انا بقوله ده جماعة هو المكتوب قدامكم. انه عنده برد كان عنده فيروس. البرد معظمه فيريل ادن و فيروس هو اللي عمله البرد. وبعد كده عنية حمرت ماشي هو يد ويت دمع ادي و وبعدين الحاسière بحيل او حاجة آآ ، وارم Ikim cough and agua. قدام ومس기 هنا. او تحت الفك السفلي وانت ان اجزامانيشن لقيت اللي موجود في الصور دي لقيت فوليكيلز ولقيت او كيراتايتس ميش? خلاص يبهي دي ويدي الكونجاكتايفة محمره يبهي دي اه الادينوفايرالكونجاكتايفاتس اللي هي اهم حاجة في علاجها على فكرة زي دور البرد اللي احنا بنقول العين اشرب حاجات دافية وخد ارسين فلوريست والكلام ده. احنا برضو في العين ده بنقول له اعمل كمدات سقعة على عينك. خد وحط برضو اه وحطها سقعة على عينك. السمطماتك لان ما بياخدش العينة ما بياخدش انتيفايرل مش زي عيان الديندريتك اولسر يعني. تمام? التراكوما طبعا البيتيديز والبيتيسيز والفاليكلز والبابيلي مهم جدا. ندخل في اللخبطة. بصوا هي لونها ابيض يبقى فاليكلز والبلاد بيزيز حواليها. مش شايف. قاعد في اخر المدرج ومدهول ومش لابس نظرتي ومش شايف كويس. اكتب تراكوماتس فاليكلز ان بابيلي. مش احنا قلنا اصلا في الماكالانستيج. احنا قلنا ان الماكالان ممكن يبقى معاها ممكن اللي هي اه تي اه تي تو. فيها وفيها ببابيلي كونجاكتا عييس بس لو انت فاكر كنت انا كاتب الفاليكلز وث اه شوية بابيلي معها والبابيلي وث شوية بابيلي معها لان هي الباتولوجيا بيجي مع بعضو. بس يكون الاوضح فيه او الاوضح فيه البابيلي بس انت برضو لو كتبتلي في الصورة ان دي ما دي تراكوما خلاص انت شخص نهاية تراكوما وانا عايز كده هو انا هدفي نهاية تراكوما كمان ماشي ما تزعلش نفسك قوي وما تضايقش نفسك ادي البابيلي بين نهاية بلون محمر هل معاه شوية او طبعا هيكون معاه شوية بس دي بابيلي ولون محمر عشان دي المكالا كنا خدنا صور ليها وبرضو الفوليكلز هي البيضة الكتير الفوليكلر شايفين والبابيلي والبابيلي وث فيو فوليكلز ماشي وبعدين ندخل في السيكاترايزيشن بقى لهو سبكونجكتايفل واحنا خدنا بقى يعني الصور دي لو جات سبوت دياجنوزيس لوحدها كده ده واحدة عنده سبكونجكتايفل ممكن يكون ايه السبب؟ تراكوما طبعا شهيرة لانا هي اندامك عندنا في مصر لكن في اسباب تانية سبكونجكتايفل فايرروزيس منها الكميكالا أكيلر انجليز احنا قلنا الكميكالا اكيلر انجليز لوحد دخل في مواية نار وبطاس ايئن كان يعمله سبكونجكتايفل فايرروزيس وخدنا حاجات سبكاترايزي كأسامي بس كده مش مكفاية عليك الأسامي زي الاكيلر سيكاتريشيا البنفيغايد ويالستيفن جونسون ديزيس البيتيديز ويالبابيليوزيس بقى طب يعني دي فوليكلز ولا بابيلي ولا بتيديز ولا بابيتيز البيتيديز والبيتيسيز يا شباب بيدوا فورين بادي سينسيشن لكن بلاقي الكونجاكتايبه اه بتلاقي الكونجاكتايبه ثموت قويت مش انجري مش انجكتد عشان كده الصورة دي مش هتيجي يعني لو جاد صورة البيتيز او بتيز هتيجي صورة اشهر من كده واي تنك ان انا ممكن اكون جايبها قدام او جايبها في البرزنتيشن تاني هدور عليها واجيبها لكم يعني مداش نفسك بالصورة من هذه الصورة او فوليكيلز لانا دي تمشي اكثر او تميل اكثر وان كان في واحدة بارزة هنا برا الكونجاكتايبه ماشي الفوليكيلز ما بتبرز بورة الكونجاكتايبه اللي بيبرز اللي هو البيتيديز، فما عما الاسد تكون الصورة ال� drinking the fuck and the child within the دي مش بتبقى مش بتبقى من الصورة وحشوفلكوا صورة اوضح برضو اللي هو في الكونجاكتايبه وبتيجي الصورة دي وصور حق نقط خضرة موجودة على الكورنيا وأشهر حاجة ليها هي بتعمل كده لكن الأدينوفايروس برضو ممكن يعمل كده يعمل كده تمام؟ وبنعرف منين دي الصورة جاية أزرق ودي لون أخضر اللي هو بتاع الفلوريسين ونقط خضرة موجودة على الكورنيا وإحنا قلنا النقط لو أنها شط كورنيا عليها نقط النقط دي لو خضرة زي دي مسبوغة بالفلوريسين لو حمرة يبقى دي مسبوغة بالروز بنجال ودي هنشوف صورة لها برضو لو نقط بيضة دي بتبع على الكورنيا اللي هي الكي بيز ودي مش مسبوغة بأي حاجة البانس اللي هو الفاسكولار انفلتريشن فايبروفاسكولار انفلتريشن اللي جاي من هنا وطبع عن دفرينشال ديجنوز أشهر وتركوم تسبانس اللي هو بيجي من فوق من الأبر ليمبس بروغراسيف بيرسوس ريجراسيف لا دي ما تجيش صور لأنا مش بيبين في الصورة اينا ما اللي ممكن تيجي صور طبع عن الهيربرت بتس اللي هو البيتس الحفر اللي موجودة فوق هنا اللي كانت قبل كده هيربرت روزات ماشي الفلكتن اللي هو اللي موجودة هنا ويجي لك سيناريو معه انه طفل صغير وانه كان عنده دور برد او عنده انتستاين البرازايتس وابعدين بيشتكي من يعني باينلس او سلايد بسكمفرد في يعنيه هنا يقول لك بقى الاتيولوجي بتاعه والتريتنت والكومبلاكيشن اللي هي بتاعتها دي كنت اخذناها قبل كده مش قامل قوي الفلكتن اللي هو اكتر قامل في الصور يعني والباناس بالديفرنشال بتاعه اللي هو الجدول الشهير بتاع الباناس البابيلي صورة بابيلي ممكن تيجي لوحدها كده ويسألك على الاسباب اللي هي بتعملها هي اشهرها طبعا الالرجي والتراكوما سواء بيجيب لك البابيلي دي موجودة هنا في البالببرا الكونجاكتايفا او البالبرا الكونجاكتايفا عند الليمبس اللي هو الجيلاتنس نوديولز اللي موجودة هنا اه كومبليكيشن بتاعتها والشيلد الالسر ماشي ودي صورة تانية للجاينت بابيلي الكونجاكتايفات اللي حجمها اكبر من واحد ميلي وبتيجي كتير قوي مع المكانيكا الاريتيشن من كونتاكت لانس او ستتش اكسبوزد ستتش دي فولاكولا الكونجاكتايفا البنجواكولا من الصور برضو مهمة يقول لك عيان ده اه كبير في السنة بيتعرض له اطراب وهوا كتير عنده بانلستريانجلور اه يلوي شنوديول موجودة هنا بنجواكولا ماشي التريجيم لازم تيجي طبعا صورة للتريجيم والاجزاء بتاعته اللي هو الهد او الايبكس والنك والبادي ويهاو تو افايد urbanus طبعا الحاجات المانوفر هاي بيستخدامها انترا اوباة انبوست اوباة سو تريجيم لأ مش بتيجي سامبلافرون ممكن تيجي طبعا الهيجيم بتوين بالبر ان بال بالبر ان بال بالبر الكنجاب تايفا واسبابه وعلاجه ممكن يجي فيها بتو سبوتس يعني ممكن تيجي بالصورة الواضحة قوي اللي هو الفومي سبوتس اللي الموجودة هنا دي والااا التكنيك ستريفن بريكا بتاعته لا مش بتيجي نعمل بيجي اهد طبعا الشهيرمخص اللي هو عيان مفتح عينية وفيه ورقتين كده ورقة محطوطة متنية في بتاعتها وإيلك العيان دي الورقة دي اتثابت في عينه لمدة خمس دقايق وحصل ويتنج ليها قد كده كسواء كان هات قطرت منجة او مش حاطت اللي هو شيرمر وان وتو والنورمال فاليوز بتاعتهم المفروض برضو نكون عارفا دي النقط الخضرة اللي بقوليكم عليها اللي هي اللي هي الضهن ودي النقطة الحمرة اللي هي البروز بنجال ماشي دي النقط اللي احن نشوفها على لطنا يعني حطتها الكم هنا بس بس غالبا مش بتيجي وحاجات بقى يعني مسلينة كده زي النيفس ويساملت تطعيب الهامردج مش كومن يعني هنكتفي بدول في الفيديو ده وهنكمل في الفيديو القادم باقية التوقعات المرئية للصور اللي جاية شكرا